انطلقت صباح اليوم بمقر نقابة العامة للمعلمين بأصوان دورة استراتيجيات الامن القومي بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية الدورة تتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالامن القومي المصري على كافة الاصعضة وتطورات الاوضاع الاقليمية والدولية وانعكاساتها على الامن والاكاديمية في الاوسط والتهديدات والتحديات التي تواجه الامن القومي المصري والعربي لتوعية الدارس بمفهوم وابعاد الامن القومي المصري والعربي التفاصيل في تقرير زميل طارق عبدو انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية لاستراتيجيات الامن القومي بنقابة المعلمين بأصوان بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية وذلك لايعلق قيمة وقدر الوطن ومواجهة التحديات ومحاربة الجهل والتطرف من خلال الوعي التام بقيمة الوطن وحدوده والحفاظ على امنه وسلامته بدأنا اليوم باكورة التعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية استراتيجية الامن الوطني دورة طبعا كانت بتقام في النقابة العامة نقابة المعلمين لكن المحافظة أصوان من اوائل المحافظات اللي بتعمل فيها دلوقتي عبر الفيديو كونفرنس وحيجوا مجموعة اللواءات القائمين على الاكاديمية لتوزيع الشهادات الاجتياز الدورة الدورة طبعا فائدتها للمعلمين اولا في نواحي كثيرة من نواحي الوظيفية والترقيات والكلام ده حصولك على الاستراتيجية الامن القومي اعتقد حيداعم موقفك بالاضافة لحاجات كثيرة ممكن ما نكونش عارفينها بنتعلم الكثير من السادة اللواءات اللي هم المشرفين اللي بتكلموا على استراتيجية الامن القومي وادارة الازمات واتخاذ القرار كل الكلام ده بإذن الله حنتعلمه بإذن الله وحنتعرف عليه في الدورة فيوم جميل اكثر من 268 واحد مشارك منهم حوالي 230 من نقابة المعلمين بالاضافة لنقابة الزراعيين ونقابة التجاريين اللي مشاركين معنا برضو اللي بنشرف بيهم ونرحب بيهم بإذن الله كان في الافتتاحية الأستاذ عبد الكريم وكيل وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعاونة معها الأستاذ فيصل الأستاذ غريب الأستاذ الغنية كلهم كانوا موجودين يوم جميل يوم سعيد بإذن الله وحنا على مدار 15 يوم السادة الأفاضل أعضاء النقابة حيبوا موجودين حيشرفونا حيتقربوا منينا حيعرفوا احنا كل مشاكل النقابة وكل الانجازات اللي بتتم داخل النقابة الوقت النقابة هم موجودين معهم بإذن الله وخدمينهم بإذن الله في القريب العاجل بإذن الله استكمال بقية الكورسات بإذن الله من خلال أكاديمية ناصر بإذن الله يشارك بالدورة التدريبية الخاصة باستراتيجيات الأمن القومي أعداد كبيرة من المعلمين تهدف الدورة إلى تأهيل المشاركين على كافية إيجاد حلول مبتكرة من خلال استخدام مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات وإعداد كوادر تسير على خطوة استراتيجيات صحيحة للنهوض بهذا الوطن النهاردة بداية الدورة بجملة عدد 268 هي دورة لإعداد القاضة للتابعة لأكاديمية ناصر العسكرية في استراتيجيات العسكرية وإن شاء الله هي ست برامج وطلبنا النهاردة في الافتتاح من نخيب المعلمين أن تكمل هذه الدورات الست برامج والست دورات كاملة الأسوان وإن شاء الله في الختام سوف يتم توزيع شهادات تقدير بحضور اللواءات الأكاديمية مدير كلية الدفاع الوطني ومدير التنسيق والتسويق ونخيب المعلمين وتحت رعاية طبعا حضور سيادة اللواءة 10 بعطية أنا مبسوط طبعا أني اللي بشارك عدد كبير بمدير التربية والتعليم واللي أساعدني أكثر نقابة الزراعين ونقابة تجاري المشاركين نقابة الزراعين بعدد كبير وبرحب بيهم في نقابة المعلمين ومردوده على المشاركين طبعا هي سقل مهارات وسقل فكر القيادات لانتماء ولبلدهم ومصر والسادة اللواءات الأكفاء والأفاضل لديهم مغزون كبير من الحاجات والأسرار والاستراتيجيات اللي احنا نجعل بها فإن شاء الله الزملاء يلموا بها ويكونوا على قدر كبير من الاكتفاء بالمعلومات إن شاء الله احنا كان نقابة المعلمين بأسوان بنسعى جاهدا لإعلاء صورة المعلم وزهر الصورة البراقة لمحافظة أسوان وفي نفس الوقت احنا بيهمنا الإعلاء الزات وتقدير قيمة الوطن في نفوس الجميع ومحاربة الجهل والتطرف من خلال العلم والثقافة وده يمكن كان الدافع أو الوازع بالتعاون مع النقابة العامة للمعلمين نقابة المهن التعليمية من خلال البرتوكول الموقع مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني لتقديم الدورات التدريبية الخاصة ويمكن هم مشكورين استجابتهم لرغبة المعلمين في أسوان وتقديم الدورة التدريبية من خلال الفيديو كونفرنس فأسوان لإثبات أن أسوان بلد الحضارة والزهب وإحنا يمكن دائماً بنقول أن الأمة التي استطعت بناء الأهرام تقديراً للموت وبنت السد العالي تأكيداً للحق في الحياة وبنت الجمهورية الجديدة لإعلاء قيمة الوطن والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة قادرة على أنها تحلق عالياً كنجم اعتاد عليه العالم خاصة لمصر تعزيز البعد الثقافي والفكري لدى المعلمين وتأهيلهم للعمل القيادي بما يخدم مصالح الوطن أهداف تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها من خلال دورة استراتيجيات الأمن القومي طارق عبدو طيبة